اختتم الوفد البرلماني في روسيا زيارته التي استمرت على مدى ثلاثة أيام إثر دعوة رسمية من مجلس الدوم الروسي حيث أشار رئيس الوفد سعادة النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي أن تفعيل دبلوماسية البرلمانية يأتي انطلاقا من رؤية جلالة الملك المفدى بالشراكة مع الرئيس الروسي وأن تعزيز العلاقات البرلمانية يسهم في توطيد العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة والتقى الوفد ضمن زيارته بنائب رئيس مجلس الدوم الروسي سعادة السيد سيرجي نيفيروف الذي أكد حرص بلاده على الدفع بمزيد من التعاون فيما أكد الوفد البرلماني البحريني أهمية الدبلوماسية البرلمانية في توطيد العلاقات المشتركة في كافة المجالات وأشار العرادي إلى أن مجلس النواب البحريني قد قام بتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في المشاركات الخارجية ونال ثقة البرلمانيين والحصول على مناصب قيادية فيها واجتملت تزيارات الوفد البرلماني على اجتماع بسعادة السيد ميخايل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي وتم خلال اللقاء بحث أبرز القضايا على الساحة الدولية كما التقى الوفد بسعادة السيد فيناميم بوبوف منسق مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا العالم الإسلامي كما عقد أعضاء وفد مجموعة الصداقة البرلمانية بين روسيا الاتحادية ومملكة البحرين اجتماعا مشتركا ترجمة نانسي قنقر